بسم الله السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناتكم سامي راكوزين ومشاء الله جديد بسطيلة ديال الحوت بالقشدة الطرية او الكرين فريش هادى اللمسة جديدة والمبتكر انا يعطي لكم واحد لداء ولا الاد ولا ارواع بنسبة البسطيلة ومتأكداء اخواتي انها غد تنال اعجابكم باذن الله تعالى فكنحتاجوا على بركتي الله الكيلو ديال الورقة البسطيلة الجاهزة كيلو ديال الحوت ديال الفرخ او الميرلون او الصول او القرب الحوت اللي كيكون الحمد دياله ابيض انها كيلو اللاروب من الكالامار الكروفيت البوزروق وكذلك في اللي سمك ابيض عندي هنا واحد ميتين جرام من الشعرية الصينية اللي غادر طبوها ان شاء الله في الماء عندي ميتين جرام ديال زيتون خضر اللي تاور طبطو في مغليان باش تحيد من الملحة زائدة والصودة عندي حمضة مصيرة مقطعة والربع قزبر مع دنوس وستا ديال الفصوص ديالتو ماء ونسكيلو ديال شامبينيون اللي صفيتو قطعتو كتاع صغيرة ميا وشرين جرام ديال زبدة ديال المكلة عصر ديال الحمضة كبيرة ميا وشرين جرام ديال الجبل المبشور الامونطال من نسبة التوابيل عندي جوج معلقة كبارتاء التحميرة او البابريكا معلقة ديال البزار بيض نسف معلقة صغيرة من الملح لان تقريباً لنا الصوص والبودرة كلهم مالحين ومصير عندي معلقة ديال كمون صغيرة وبزار اسود معلقة كدلك صغيرة نستخدموه هنا يا بودرة القيمرون ان شاء الله كنوعد لكم نحضرها لكم منزلياً عندنا سلسة المحار سلسة السوجا اللي ممكن اخواتي تعوضوهم او تستغنو عليهم تعوضوهم بسمك عفواً توابيل السمك وضامة ديال البنا بالسمك وعندنا اكيد اللمسة الجديدة والمبتكرة ان شاء الله اللي هي اضافة ديال قشدطة ريال كتطل علينا واحد المادار كتغني لنا النكهة تحت البستيلة كتوتها بشكل كبير مع الحوت وان شاء الله متأكد مليون في المئة اخواتي انها غدي تعجبكم سوف يفئينا اغدي نحضروا شرمولة عادية فقط ضفت فيها شي شوية لاني مباش نكتر عاصر للحامض اضفت فيها شي شوية ديال سوس سوجة باشا كيان نشرمل فيها الحوت تقريبا ندرت تحميرا الكمون شوي ديال الملح المصير تومى والربيع وعاصر للحامض ودوس فيهم هكذا يا القطع تاع الفرخ وغادي ندخلهم ان شاء الله بعدها اضافة ديال قطع ديالزبدة على هاد الشكل هادا وندخلهم الفران من الاحسن نديروا ايناء يكون مجموع باش ماينشفش لينا الحوت في الفران تقريبا واحدة اربع ساعة او تلوت ساعة غادي يكون طايب ان شاء الله هنا عندي في الكسرنا القشور او الريوسة على الكروفيت غليتهم وصفيت الماء وغادي نرطف فيها كيال فيرميسيل نخليها واحد خمسة ديال دقيق ونصفيها اخواتي غادي ندوز مباشرة دابل تحضير ديال الحوت كل نوع على حدة غادي ناخدها كياج مقلات غادي نوضع في الاولى الكالامار الثانية غادي نوضع فيها الكروفيت وغادي نضيف قطعة ديال الزبدة في كل المقلات تقريبا إلي كنت عندكم زبدة بحارة المطبخ فهدي نضيفهم ملعقة كبيرة ورشة ديال الملح صغيرة يعني طريطقة قليلة باش ميطيبوش باسلين وبزار وقطيرات من عصر الحامض كذلك غادي نديرو اللمسة الجديدة والمبتكرة اللي بطريقتي إن شاء الله المتواضعة اللي كنتمنى تنال إعجابكم أخواتي وبنسبة الأخوات اللي مازل أول مرة كيشاهدوا القناة فكنتمنى إن شاء الله تدعمونا بالاشتراك وتخليولينا لايك إلي عجبكم الفيديو فضلا وليس أمرا سفي هنا بعد ما ضفت معلاقة كبيرة في كل مقلات من القشدة الطارية غادي نضيف درس ديال التومة محكوك وغادي نوضعهم ها كي تشحروا على النار تعرفوا الحوت أخواتي فهو بسرعة كي يطيب سافي هنا يطاب الكروفيت غادي نحذفوه من النار وكتبقى أخواتي الكمية على حسب البسطيلة وعدد الأفراد اللي بويتوا تحضروا لي هم البسطيلة فكتكون البسطيلة كبيرة للعشرد الأشخاص حتى الـ 12 الناس أولا بويتوا تحضروها غير الأفراد الأسرة تكون هنا من توسطة الحجم أو صغيرة سفي بعد ما ضفت القمرون غادي نوضع المقلات الثاني كذلك اللي فيها الكالامار مع نفس العناصر زبدة كريم فريش ملح وإبزار ودرس ديال التوم تانتو ما كتشوف أخواتي بسرعة فهو طاب الكالامار ما نكترش له الطياب باش ما يرجعش إلاستيك نبقى الراقبه بمغرفة ديال العود كل مرة ندو نقيصوه تلقى وفتا وكان نحبسو عليه النار نحبسو عليه الطياب نفس المقلات اللي كان فيها الكروفيت أنا وضعت فيها سفي للسمك الأبيض أو للهبراد الحوت بيض نفس العناصر كذلك الزبدة ملح وإبزار والريس تعتومة كتشوفو كنسقي بها كده يا بالزبدة غير يبدو أخواتي الجواني بعد نادي هاد الهبراد الحوت يبدو يبيضو ويتكمشو بحكي بلنا بحالة القطاع بدو كيصغارو كنعرفو بأن ديك الجهارها طابت وكنقلبوه على الجهة الثانية دقيقة أو جوج كيكون الحوت متاعنا طاب صراحة نحطى الطريقة تقليدية اللي كناخدوه شرموله كنحضرو كنشرملو بها جميع الأنواع للحوت حتى هي طريقة تقليدية وعندها مكانتها يغير مرات كنحتاجه للتغيير هكا يا بنكهات جديدة بلصوص اللي ولو متوفرين الحمد لله في الأسواق اللي ممكن أخواتي دائما أنكم تعوضوهم بتوابيل اللي كيتباعوا عند عطارة ديال الحوت أو ضمت البنة فدائما الأشياء إن شاء الله أي تساؤل في التعليقات إن شاء الله نعطاكم البديل أو أي سؤال أو استفسار فمرحبا بكم من خلال التعليقات أخواتي وضعت هنا فيلي سمك الأبيض بعد ما طاب جانبا خليسوا يبرد ونفس المقلات اللي كان فيها الكالامار كتشوفو كانت بقالية فيها واحد صلصة ديال الكريم فريش فانا عدي نضيف فقط كمية قليلة الزبدة ودرت فيها هكا يا بوزروق كداليك الملح وطفو بوزروق هذا اللي كيكون تريك تكون شوية مجهدان نسمة ديالتون ونضفت له واحد معلقات يلا بودرات القيمرون باش تعطيه هنك هزوينة سوف هنا صفيت الفيرميسيل وقطعتها بالمقص قطعة صغيرة وهنا يخرج الحوت بعد ما طاب واحد تولو تساعة تقريبا اللي خدالية في الفران سوف يندوزوا باش ننقيوه وكان أكد خاصة على المبتدئات أنه ينقيوه وخيف تتوه قطعة صغيرة جدا المهم ما يخليوش فيه الشوك لأن شي حاجة قبيحة نكون هناك الأول قوى الشوكة نجنبوه المشاكل تاع الشوك ولا بود نقيموه مره وجوج ونحذفوه هذيك الجلده لتكون في الفوق سوف هنا بعد ما كملت أخواتي الحوت بتنقياه وعود تأكد أن ما فيه تشوكة سوف نحطه جانبا ونضزو إن شاء الله باش نشرملو الفيرميسيل ديالنا مع باقي العناصر سوف في النفس المقلات أخواتي اللي بقت في هذك النكهكة ملاع ديال الحوت نضيف الزبدة ونضيف شامبينيون زيتون اللي كنذكركم أخواتي دائما ملح نغلي والماء ونوضعوه فيه باش تحيد منو ديك الملحة وديك الصودا باش ما تطلع شلينا الملح كثير من اللازم في الوصفة سوف هنا يضفت أخواتي الربيع المصير ثومة توابل ما عدش نضيف تحميرة كاملة حتى نشوف اللون باش ما تجينيش تاني كثير من القياس هنا نضيف البطلة ديالنا أو اللمسة المبتكرة القيش دطارية وحتى ما ديش نضيرها ضفعة وحدة حتى نشوف حتى تشربو هاد العناصر هالكيمية هذي نضيف كيمية إضافية بعد ما اضفت الكريم فريش غادي نضيفوا معلقة كبيرة ديال سلصة المحار تجمع القبر تقريبا ديال سلصة السوجة المخففة لكتكون سائلة لكن عندكم أخواتي ذيك اللي كتكون تقيلة فديريوغي معلقة كبيرة وحدة كي يكون كافي سوف هنا غادي نضيف بودرة القيمرون كيف نقول لكم أخواتي كتجي مالحة فأنا ما درتش الملح فهنا في المقلة ما دتوش أبدا أنها اللي بودرة أصلا كتكون مالحة فأنا نخلطو هاد العناصر ونضعوها على النار ويرتسخنها كدية ويتشربو ذيك العناصر مع بعضياتهم التوابيل مع الكريم فريش ووليسوس نضيفو ذيك الزبدة صافي وغادي نضيفو الفيرميسيل ديالتنا صافي بعد ما شربت أخواتي هذيك الخاليط غادي نضيف كيمية إضافية للقشدة لأننا لدينا الفيرميسيل مقطرة مزيان يعني ننشفة فماشي مشكلة لكم لدينا شي شوية ديال السائل باش تشربوه الشعرية وجلديدة نتمنى أخواتي إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتخليوا لنا لايك الفيديو وتعملوا شير بارتاج مشاركة مع الأهل والأصدقاء حتى تعوم الفائدة صافي أخواتي كتشوفو هنا يا بعد المجنس وذيك العناصر أنا نضفت الفيرميسيل عندنا ميتين جرام وشفت الحشوة ديالتنا أنها خاصة باقي تحميرا فضفت ما تبقى من تحميرا وضفت كذلك الربيع صافي قد تكون الحشوة ديالتنا واش دخلت كل شي العناصر يبردو وغادي ندوزو إن شاء الله باش تلمطو أو نعمروا البستيلة ديالتنا على بركة الله قد ندهنو المول ديالتنا مزيان الصينية فين غادي نعملو البستيلة وغادي نوضع هاك هاي الورقات ونشيطهم تقريبا واحد جزء تقريبا نص ديالها على جناب صينية باش رادي نسدو إن شاء الله قد ندهن دائما بالزبدة ومع واحد شوية ديال الزيت وممكن تكتفي وغاية بالزيت حتى يكتعطي قرمشة الورقة قد نشوف أخواتي عندنا نحن هذا النوع ديال الورقة بفاماشي ديال البخاري النوع العادي لكي طيب على النار مباشرة يكون شوية تقطع فكنا نعاونوه بالبيض ندهن بالبيض ندرت الربعة ودرت للورقة الخامسة والسادسة في القاعدة في العادة في الورقة ديال 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 ندير خمسة أربعة في الجناب ووحدة في القاعدة يعني كتكون رقيقة ومن صراحة زوانة سوف ينضيف بعد مدهنت أخواتي الطبقات بالزبدة وعاونت بالبيض في الجوانب ندير واحدة الكوش رقيقة تاع القاعدة تاع الفيرميسيل والشامبينيون ومشارملين مع الزيتون ونوضعها كيارشة تاع الفرماج عندي الايمونطال ونكملش ديك مية وعشرين كاملة مهم على حسب الضوء نوضع القيطع اللي صوبنا تاع الفرخ ما ديش نديره كامل أخواتي لأن عندي الورقة زيدة نحتاج نصوب ديسيجار بهذا الحشوة هادي نوضع هذا كذلك بزرق في الوجه كين أخواتي اللي كيبغي يخلط الحشوة ديال البسطيلة فأنا كعجي بنحطها كيا بالترتيب نحطها كيا الأنواع للحوت من فوق الشعرية كيكونوا كيجي وراقيين وهمويين سوف يوضعت الكروفيت وعدين نوضع الدوائر على الكالامار على هات الشكل هذا كتشفو أخواتي فهو بقفتي طيب نهش بزاف ما نكتروش لها أخواتي الطياب حتى يجب الله نسيتوه على النار ديروا له كيميا إضافية من الكريمة وخليوه يكمل الطياب حتى يرجع ثاني ويفتع سوف نبعد بمسالية ما تبقى من الحوت اللي هو بوزروق وفيلي سمك أبيض المهم خلط مع هذيك الفيرميسيل باش إن شاء الله نوجد دي سيجار وهنا غادي نبدأ نرد في ديك الوريقات أخواتي ونجمع ما بين الوريقات بالبيض البيضة واحدة مخفوقة فكفات ليه في البسطيلة تشوفوا حجم ديها كبير سوف نأخذ دابة واحدة وغادي نعملها في الغسط نبدأ في التلمط نبدأ نديرو ورقات أخرين في الجوانب ونجمعهم أنتم ما تشوفوا إن شاء الله يكون واضح الطريقة بالصورة تشوفوا نأخذ اللفة ونديرو الورقة من التحت من البسطيلة نحاول نستقبل البيض باش تجي متماسكة أكتر دائما نبقى وغادي نرى نحرك أخواتي الصينية نبقى غادة مثلا من اللي من حتى اللي يصر وانا كاللف وانا غادة كننقد كيتشوفوا دائما كندهن بالبيض باش يتماسكوا ولكن شي ورقات طوية ولاش حاجة كنحاول نسرحها بيدنا باش يجي الشكل ديال البسطيلة ديالنا في ناسق كيتشوفوا دائما كيخصنا شويات الخاطر و دالي قدني نزيد او تاني ورقات خرو وحنا غادين حتى في نكملو الدورات بحط البسطيلة كاملة أخواتي كنستمر أخواتي بالذهين العملية تسمى طلماط لنتاع الجوانب واخواتي بالنسبة لتزين فممكن تزينوا باشكال لنتموا الابداع ديالكم ممكن تزينوا باشكال كتيرة نستمر بالدهن اخواتي بالبيض سوف ندير هذه اللفة تقريبا اخيرة نقبض البسطيلة ونبديل ورقة لتحت نساعها باش تبقى مجموعة اخواتي ببديت نقرسها لان الجميع او الطلماط يجعل الحشوة تجمع شوية ما يبقى الشكل تاعام تنصق فلابد اخواتي نقرسها كي شفتوا نقرسها بيدي مزيان ودهنة بالبيض نجد حاتي بقى اخواتي. ليس بسطيلة يصغل الفران بيدي مزيان بلبن zusammen نضع الفرانة سخون ببطاءة نضع الفران ببطاءة نضع البيض من الابداع اضافة سكور لتحييض الورقة التي كنت دايرينها سكور و تبقى لكم البسطلة لتبقى لكم البسطلة انا درت الورقة الأخيرة كذلك بالبيض تكيتها بش مدى فرماج انتم كتشوفوا هذا الشكل ارشيتها بشي شوية فرماج و زينت بلاي سيقار العشاق دار البسطلة كلاوية مات بقى من اللي سيقار و انا زينت دا بغير بالخص و تنشط ديال الحامض و قشرة ديال ماتيشا و كتجي الى هذا الشكل هذا كتجي ولا ألد ولا أروع كنوا متأكدين اخواتي انها ردي تحمر لكم وجهكم مع ضيافكم و مع افراد الاسرة ما بقى ليا الا نودعكم و على امل لقاء بكم في فيديو جديد ان شاء الله و ما تنسوناش من البرتاج والشير واللايكات و الى اللقاء في فيديو القادم بإذن الله استودعكم في يد الرحمن